نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي والذي استشهد أمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام وأصفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة ثلاث درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية ويتم حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنصيق مع الأمم المتحدة هذا وتؤكد القوات المسلحة على أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة